ورشة العمل بالدور حول الإدارة المحلية وإنشاء محافظة للوحاة البحرية جلسة رائعة كان فيها نخب كتير سياسية من أحزاب مختلفة وكان الحاجة الجميلة فيها أنه كان فيه تمثيل لشباب الجماعات والشباب عموما كانت النهاردة جلسة هامة جدا متعلقة بقانون المحليات والانتخابات المحلية واستطلعنا رؤى بعض الأحزاب السياسية والطيارات الشبابية ويمكن كمان كان هناك شباب من الجماعات موجودين في هذا اللقاء يمكن الحديث دار بشكل ديمقراطي بشكل حر الجميع قال رأيه وتحدث بمنتهى الشفافية والحرية تنسقية شباب الأحزاب السياسين النهاردة أحية ملف موجود من 12 سنة وهو إنشاء محافظة الوحاة البحرية التي تضم مركز الوحاة البحرية ومركز الفرافرة بنتكلم حوالي عن مساحة مليون وربع فدان بنتكلم على تعداد سكاني حوالي 200 ألف النسمة بنتكلم على موارد معدنية وموارد زراعية وصناعية وسياحية كبيرة جداً موجودة في المنطقة هناك محتاجين نقدم خدمات في شبكة طرق كبيرة تعملت هناك طريق الوحاة البحرية محتاجين نحن نكمله طرق الوحاة المينية الوحاة الفرافرة ديروت حوار وطني بيشمل كل القوى السياسية والأحزاب حوار وطني جاي شايف اللي هو جاي في وقته جداً مهم جداً اللي احنا نقعد مع كل القوى السياسية والأحزاب تقول مقترحاتها تقول آراءها في إصلاح سياسي في محور مجتمعي في محور سياسي مهم جداً ورش العمل اللي تبنتها تنسيئة شباب الأحزاب والسياسيين فكرة انه احنا يبقى فيه حوار وطني الفكرة اللي احنا نبدأ نسمع المقترحات نبدأ نسمع كل القراء واجهات النظر اللي موجودة في الوطن وفي المجتمع وعلى الأساس دوت احنا هنا في تنسيئة شباب الأحزاب والسياسيين بدأنا نعمل جلسات حوارية اللي احنا نبدأ نسمع وكان النهاردة يوم مسمر جداً اللي احنا نتكلم عن الإدارة المحلية ومقترح التقسيم الإداري لمحافظة الروحات البحرية